هلو هلو and welcome النهاردة هنحكي عن أخبار مهمة في The Sims 4 so يلا نبدأ على طول لو فتحتوا الجيم النهاردة هتلاحظوا الشيء الغريب ده الشيء الجديد ده موجود في هذا الركم الحياة مكادش موجود قبل كده Happy at home login event so زي فعالية جديدة عملناها The Sims لللي بيفتح الجيم كل يوم مدتها 34 يوم و 17 ساعة تقريبا 35 يوم لأنه النهاردة يحتسب من ضمن الأيام ده so basically نعمل login أو نفتح الجيم كل يوم لمدة 4 سبع وكل مرة بناخد حاجة جديدة so أول يوم today هيدونا العيتم ده جديد مقاني for free هينضاف للجيم العيتم ده قردي موجود في الجيم game map pack oh my god outdoor retreat على ما أفتكر but دلوقتي هتنضاف في الجيم أكثر so هضغط على هنا claim reward claim day fun 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 بعدين هنا كاتب لي next level reward available 21 5 اللي هو بكرة وبعدين في يوم تاني مش عارفة هي ببقى كان بالضبط هيتفتح لنا الشادة so this one هي بقى زي السلسلة pretty much السلسلة دي تحسوها عبارة عن mix بين سلسلتين نضافه قبل كده في الجيم كانت واحدة عبارة عن الطبقة الفوء اللي هي النجوم وبعدين التحت عبارة عن مفتاح مش فكرة كانت قيا مع أي pack بالضبط والسلسلة التانية كانت تقريبا جاية مع pack ال werewolves المذقوبين اللي هي عبارة عن الهلال فقط فأخذوا جزء النجوم من واحدة وأخذوا جزء الهلال من واحدة وصنعوا السلسلة جديدة وهيضفوها مجانا في الجيم سلوبتنا لاحظوا فيه theme متكرر في كل حاجة إنو الحاجات دي كلها قريدي موجودة عندنا في الجيم في packs بس دلوقتي هيضفوها مجانا في الجيم بالشرط إنك تفتح الجيم خلال 35 يوم دول لو ما قدرتش تفتح الجيم خلال الفترة دي سو هتروح عليك الحاجات دي but don't you worry أغلب الحاجات دي نقدر نحصل عليهم because this seems for لازم العباطة هقول لك دلوقتي على الطريقة وبتاع باعت خلينا نلقي نظرة سريعة على كل الحاجات سوقنا السلسلة and then we have many fridge تلاق صغيرة و trash can اللي لما بنرمي فيها حاجة بتديني فلوس so I'm so happy صراحة إنو هيدونا شكل جديد منها لأنو مفيش منها لشكل واحد ومفيش شي ألوان حتى so this is fun bar صغير بياخد مربع واحد fun برضو تمنيت يكون شكله modern أكتر but whatever شعر أحسا برضو شبه شعر انضاف في cats and dogs and then we have ما خدنا نفس المخدات اللي خدناها modern locks kit نفس المخدت بس طبعا بألوان مختلفة trait إضافية في cats practice makes perfect دي المقولة اللي أنا دايما بقولها في كل حاجة وأي حاجة practice makes perfect الممرسة الممرسة هي أم حاجة في الحياة وأخيرا في الأسبوع الرابع هيتفتح لنا زي vending machine اللي بيقدروا السمز منها يشتروا زي وقبات سريعة ومشروباته بتاع وملابس رياضية واضح إنه يبقى فيه نسخة للأطفال برضو هعلمكم تشرك عبيض دلوقتي اكتشفوا الكميونيتي خلينينا ندخل على كاس سريعا سريعا أنا شايلة الماض لإنه فيه واحد من الماض لسه ما اكتشفتش أي ماض تحديدا بس فيه واحد من الماض عندي بيخلي الباباب بتاع الإيفنت مش يفتح أصلا في الشاشة الرئيسية سو خلوا بالكو فيه ماض خربانين فيه ماض نزل لهم أبديت already زي UI cheats مثلا فيه ماض لسه ما نزلهاش أبديت زي مثلا better build by نتبهوا للماض زي أي أبديت لازم الماض تاخدوا بالكو ويتتابعوا بيبقى كم يوم بعدما الأبديت ينزل على ما الماضرز يلحقوا يعملوا أبديت وبتاعه but oh yeah توقعتها ودعم الrandomize كتير على ما يطلع لي البتاع but no عملت مرتين بس وعلى طول طلعت لي that's so stupid so دي trick نحصل بيها على التreat في كاس ومع إنها لسه ما عملناش unlocked لسه ما قاش اليوم بتاعها yeah sims 4 sims 4 so practice makes perfect oh توقعتها يجي الوصف بتاعها هنا but no في ناس في الcommunity already لقوا معلومات عنها ولعبوا بيها وبتاع so basically sims بيتعلم skills المهارات بسرعة 50% so بنص السرعة العادية yeah هتحسوا إنه هي عقاب مش actually صفة بتساعده but بعد كده لو عادي يمارس ويمارس ويمارس المهارة هي يعلي السرعة مش بس لحده 100% لا ممكن توصل لحده 180% yeah so by default هي يبقى كل السكلز 50% سرعتها وبعدين مقسمين المهارات لcategories creative, social, physical and mental ولازم يبراكتس الحاجات دي مرة في اليوم وكل ما يبراكتس بيعلى من 50% ل90% 130% 160% لحده 180% تقريبا بيبقى ضعف السرعة خلينا نقول مثلا creative حاجات زي الرسم social حاجات زي charisma skill physical زي fitness skill والmental زي مثلا logic skill ومش حارفة تأسيمة باقي الحاجات اي but هي دي التأسيمة يعني سو لازم كل يوم يبراكتس حاجة واحدة من creative عشان يعلي نسبة زيادة creative skills كلهم سو لو افترضنا مثلا ان الرسم والكتابة اللي اتنين يعتبروا ضمن creative category لو قيت مثلا النهاردة ومارست الكتابة بكرة هلاقي الكتابة والرسم هما اللي اتنين زيدين النسبة بتاعتهم يعني دام من اللي فهمتوا من الوصف المكتوب هنا اول ما يوقفوا practicing او اول ما يوقفوا ممارسة هتبدأ سئل تاني سو تنزل 180 160 130 وهكذا على الحسب عدد الايام اللي بتعدى عليهم مش بيمرسوا المهارات اللي في الكاتجري او المجموعة دي او التصنيف دوت وبالنسبة للحاجات في built by تعالوا من هنا واختاروا show all وبعدين تعالوا من هنا من الفلاتر وافتحوا special واختاروا event rewards انا طبعا لاني فتحت البتاع دي سو هتظهر مباشرة من غير حاجة ممكن استخدمها عادي قدم ممكن تتحطى على اي قدار ويقسم زي العبو والكلام ده كله لكن نقدر actually نفتح البقيين كلهم ولو انو لسه ما تفتحوش سو هتطلعوا من الفلاتر على colors وتحطوا filter كل حاجة باسيكرا او تبدأ وتحطوهم كلهم لحد ما يظهروا الاتمز كلهم للصدايل الميني بار او الميني بار ظهر سو يا دلوقتي عندنا الحاجات كلها الايقونة بتاعتهم طبعا دول لانو لسه ما تعملهمش unlock رسميا عن طريق ال event سو لسه ما تحطش عليهم الايقونة او الايقون نفس البتاعدة يا لو تلاحظوا الايقونة بتاعتهم زي plump up شكلها كيوت صراحة اي لايكي اي لايك الايقون اللي عليهم عندنا الميني بار ولو انه لسه ما عمل نروش unlock تبع ال event بات نقدر نحصل عليه بكل الالوان عادي قدا عندنا المخدة ان او ماي جود شوفوا المخدة كمية الالوان الفيها is so pretty i love it i love it i love it so much حساها تطع perfect كمان مع المخدة التانية واللي ما عندهم مش المخدة التانية دي هتوبها amazing صراحة فيه كمية الوان رهيبة الميني فريج and i freaking love it شكلها simple ما عليهاش طبعات stickers يعني وكده زي التانية اللي ما قودها في هكا الونيفرستي and then we have التراش كن زي بالضبط التراش كن دي so لما بنرمي فيها حاجة بناخد فلوس then we have ال vending machine ممكن لو سمحت خلص اكل بسرعة عشان اخوض الطبق thank you very much ok so هاخوض الطبق دلوقتي اسحبه في this one مش في البيضة and boom and هتعمل نفس الانيميشن والكلام ده كله واخدنا الفلوس vending machine هنعمل make purchase اشتري you know وقبات سريعة ومشروبات والكلام ده كله i really wish انهم يضيفوا المنيو هنا ويكتروا حاجات but whatever ولو عايزين تريحوا نفسكو خالص وتعملوش الخطوات دي كلها هتلاقوني حطتلكو عالجالري room فيها كل الحاجات so بس بتاخدوها وتعملو لها واي ايتم انتوا عاوزينو لسرعة الوصول لهم يعني اسمي عالجالري دي online sm زي مكتوب هنا بالظبط هتلاقوه مكتوب برضو في وصف الفيديو اللي عاوزين تنسخوه بعد كده خلونا نحكي عن الupdate اللي نزل so nizzle update من يومين يوم 28.05 performance improvements upgrades and a whole lot of fixes الupdate كله اصلاح bugs ومشاكل في الجيم وعملو زي النسخة من الجيم بتستخدم direct x 11 direct x اللي هو basically graphics engine اللي بيشغل الجيم الحال اللي بيشغل الجيم هو direct x 9 وحاليا نزلو 11 ما نزلوش للكل وهيحكوا عنه بالتفصيل تحت شويتين لانه ما خلصوش لسه الشغل عليه نقدر نقول اللي هو لسه في مرحلة البيدة استخدام direct x 11 في sims 4 يعني مش direct x 11 هو نفسه فخليين انه لو حبين تشغل sims 4 باستخدام dx 11 لازم انت اللي تختار كده بنفسك لكن في المستقبل هينزلو للكل so دلوقتي مش optimized اوي بصراحة انا شخصيا شغلته وفعلا حسيته انه الجيم الكواليتي بتاعها احلى بكتير الجرافيكس كان very crisp وكان الحركة فيها smooth وكانت رهيب وصراحة لكن فيه مشاكل في الperformance خلى الجي بيو عندي يشتغل بطريقة غبية بيوصل لتسعين بالمية وحا أرقام غريبة لسه في مشكلة drop frames يعني تحسوا كده لسه في مشاكل لسه مش fully optimized لكن اي تنك انه هي خطوة في الطريقة الصحيح انه يزبطوا sims 4 لانه من كم يوم برضو نزلوا بوست على تويتر شركة اي اي كونه فريق جديد شغلته الوحيدة انه يشتغل على الكور انجين لسيمس 4 ويصلح اللاق والبوغز والمشاكل اللي في الجيم بقالها سنين طويلة وبنشتكي منها ومش هدين يصلحوها وكل ما يحاولوا يصلحوا حاجة يخربوا حاجة تانية so team ده شغلته شغل انه هو يصلح الحاجات ديت فواضح كده انه هما يا sims 4 لسه قدامها سنين قدام ريني فاكرين project ريني you know aka the sims 5 اللي maybe مش the sims 5 maybe حاجة كده in between sims 4 و sims 5 بطلوا يحكوا عنه تماما طلوا يدون اي update طلعت اخبار انه اللي كان فيهو ساب الشركة كلها وراح للشركة تانية وبيشتغل على جيم تانية I don't know ايه اللي بيحصل في شركة EA وماكسز وبتاع but شكل كده sims 4 لسه قدامها سنين ماتون طويلة من العمر والحياة والcontent والاضافات اللي هتنزل وبتاع but I think it's so nice انه عن جد the team dedicated شغلته الوحيدة انه يشتغل على البقز وبتاع وده اول حاجة شفناها من شغلهم so pretty much لو مش حارفين طريقة ازاي تشغلوه حطين black post برضو بشرحوا فيه ازاي تعرف اساسا اذا كان الكمبيوتر عندك ينفع لدx11 ولا لا وحطين هنا الطريقة طبعا الطريقة دي لwindows فقط مش لماك سو بتضغطوا dxdag نفس المكتوب هنا بالضبط وهسيب لكم رابط الصفحة دي وصفحة ال patch notes update notes والكلام ده كله بعدين بتعملوا اوكي بيفتح لكم هذا الشيء في الحياة وخليني ازوم في النص عشان تشوفوا كويس شويتين بتروحوا مثلا على display one او اي display من اللي عندكو لو عندكو كذا display معناتو عندو كذا شاشة مش بوكة على الجهاز وبعدين بتروحوا على feature levels من هنا وبتشوفوا الرقم اللي طلعلكو لو عندوكو 11 او اكتر معناتو اوكي ينفع تستخدموا dx11 مع the sims 4 والطريقة برضو حطنها سو بتروحوا على تطبيق ea بعدين بتروحوا على the sims 4 من installed games بعدين بتروحوا على manage بتختاروا view properties بتنسخوا هنا اللي هم حطينو في ال plug post اللي هو dash dx11 بعدين بتعملوا save بعدين بتفتحوا ال game في مشاكل بقى كتير مثلا لو في folder the sims 4 حطين حاجة في config override لو حطين هنا graphic rules اللي بيعدل graphics شويتين كنت عملت فيديو عن القصة دي قبل كده but الفايل ده لبعض الناس بيخلي ال game ما تشتغلش اصلا ولا تفتح اول ما تحطه dx11 for me كان لازم اشيل الفايل ده عشان ال game تشتغل سويا في شوية عاك كده ومشاكل الموضوع مش optimized لسه بس يعني كانت تقربة حلوة حلوة اني قربته ولعبت بيه شويتين وفي الاخر صراحة رقعت للعادة زي ما قلتلكم كان فيه مشاكل كتيرة في ال performance عندي صراحة وكتير يعني عندهم نفس المشاكل حتى فيه مشاكل في التكست مش بيظهر كويس فيه ناس عندهم الصور in game الصور اللي بياخدوها sims بالكاميرا والفون وكده بتطلع صودا وفيها خطوط خضرة وحاجات غريبة المهم يعني فيه مشاكل وهو بفري مع الوقت برضو يزبطوه طبعا هم عاملين في الفورامز بياخدو كل error reports والكلام ده كله عشان يشتغلوا عليه ويزبطوه نرجع للupdate والpatch notes والbugs والعاك اللي صلاحوه صلاح حاجات كثير في الupdate ده في الbase game هيخلوا مثلا انه السيمز مايعدوش يجمعوا الاطباق المتوسخة والكبيات في مكان ما في ركن البيت ويسيبوها وما ينظفوهاش والمشكلة دي صراحة أنا حستها كتبتحصل عندي اكتشفت انه في واحدة من الطرابيزات في ركن الدنيا مش ببصلها مليان اطباق معفنة اكتشفتها بالصدفة الweeds بتاعت النباتات كان في مشاكل كثيرة في الweeds وبرضو دي كتبتحصل عندي سوى المفروض انهم صلحوها مش عارفة كم مرة هيعودوا يصلحوا في النباتات المهم هوبفري هوبفري تتصلح في الآخر يعني الكامفائرز او مي جود الكامفائرز اللي سببتلي حرائق الدنيا كلها في سلسورة سوبر سيم وخلتني هشد في شعري او مي جود صلحوا نسبة حدوث الحرائق فيها اطباق كانت بتحصل فيها حرائق بنسبة 50% that's crazy قصة التراش كان is required كل شوية بيبا عندكو تراش كان في الارض بس الجيم بتشوف كأنه ما فيش تراش كان المفروض انهم صلحوها قصة ان الباكس كانت بتظهر بترتيب مختلف في الbuild by filters دي برضو صلحوها skills خلوها تترتب بالالفابتكال order يعني بترتيب الحروف basically بعض الكاريرز والجربز كان بيبا الدايلي تاسك فيها فاضي سوى المفروض صلحوا القصة دي وشوية حاجات تانية ما قابلتنيش انا شخصيا بطاقين هسيب لكو البلوغ بوست ده تشوفوه بنفسكو something في الكونسول حلوه خلو الجيم بشكل عام تستخدم ميموري اقل بدأوا يعملوا فيها optimizations اكتر سوى المفروض هيبا فيها fewer crashes مش هتكراش زي الاول كتير فورمي انا شخصيا ما كانش بيحصل crashes الا نادر صراحة but performance هو اللي كان بشع better frame rate لحد الوقت صراحة مشكلة frame rate بالمرة سيئة بالمرة بالمرة سيئة سواء dx11 او dx9 frame rate بشع سوى مش عارف صراحة عمله optimizations لقيه بالضبط I don't know والله اني خايفة يا اخي عدوا يقولوا او بصلحنا وصلحنا وبعدين في الاخر ما فيش حقة تصلح زي ما دايما بيقولوا او صلحنا النباتات nope ما تصلحش او صلحنا الكنس nope ما تصلحش so I don't know I don't know we'll see والمفروض انه هما برضو زادوا سرعة loading بين كل lot والتاني حقات في كاتس and dogs cottage living dine out صار دلوقتي نقدر نضيف الوافل من home chef حصل لمنو المطاعم so that's fun والمفروض انه في المستقبل هيضيفوا حقات اكتر كمان لمنو المطاعم وبعدين حكوا عن قصة dx11 مشاكل في equal lifestyle مشاكل في for rent حقات في gallery حقات في get to work تخص ال aliens حقات في growing together high school years اوه قصة ال teens لما بيروحوا لسكول ويخلصوا ال classes وياخدوا الاقزام وبرضو ال grades بتاعتهم مش بتعلى ابدا دي صلحوها apparently كانت bug انا كنت بحسب اني فهم نظام ال high school غلط وبصراحة لعبت بيها مرة واحدة مع flower في سلسلة super sim ومرقعتش لعبت بال high school too much بعد كده فيا افتكر اياميها كنت مرة مستغربة ومحتارة انا بعملي غلط بالظبط طلعت bug وشوفوا من امتى نزلة ال high school اللي سمصلحنها دلوقتي that's crazy ومشاكل في horse wrench وiron living وseasons مشكلة تانية تخصي ال weeds oh my god واضح ان ال weeding في النباتات كان عامل مشكلة كبيرة وفعلا كان عامل لي مشكلة كبيرة في كل نباتاتي صراحة كلهم بيظهر عليهم انه هم ما فيهم weeding بعدين قاعد عامل weeding 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 ما فيش حاجة بتختفي وهوبفلي فعلا لقيها متصلحة واخر خبر هنحكي عنه النهاردة اعلنوا رسميا عن the two kits اللي كانوا تسربوا بكل ال items اللي فيهم the sims 4 riviera retreat kit و cozy bistro kit this one is cozy bistro اللي هو زي cafe قديم with this one من riviera retreat وفصراحة في حاجات شكلها cute متحمسة لها وفي حاجات حسنه boring اخذنا منهم قبل كده مليون نسخة ونسخة but كده كده هنشوفهم بالتفصيل لما actually ينزلوا ونحصل عليهم may 30 oh so today المفروض هينزلوا النهاردة انا اساسا بساقل الفيديو ده كتير متأخر ومش حارفة اساسا هل حق نزلوا النهاردة ولا لا maybe هيجركم متأخر يوم ولا حاجة المهم also كأنهم بنوا cozy bistro and riviera retreat pool house bills available may 30 on the gallery okay so هيضيفوا في حساب maxes في الجالري زي bills جديدة باستخدام two kits دول fun I love بشكل البلد صراحة كأنه تحت you know كافي بعدين فوق شو سكنية I love it وتقريبا كده ده كل حاجة وكل الأخبار وكل الحاجات اللي حصلت في اليومين اللي فاتوا again ما تنسوش تنزلوا update للmods اللي بيستخدموا mods also حاجة مهمة dx11 مش compatible مع الموز والCC خالص so yeah أساسا هم حطين إنه لو حبين تحصلوا على أفضل experience من dx11 شيلوا كل الموز اللي في الجيم but again حتى أنا شغلته من غير الموز خالص وبرضو كان عامل لي شوية مشاكل في performance أكتر حاجة كنتمديقاني فيه إنه كان مولع لي الجي بيو في حالات معينة يعني مثلا وإنه مشغل الجيم نفسها وكل حاجة مشي أوكي وفي live mode وبتاع كان الـ graphics رهيب صراحة but أول ما أعمل pause أو أدخل على build mode أو أفتح المينيوز أو الجالري الـ usage بتاع الجي بيو بيطلع على 90% و96% وأرقام عقيبة غريبة so all you know what nope أنا بحب الجي بيو بتاعي thank you so much Sims 4 هرقاه لي dx9 زي الوضع الأولاني لحد ما يصلحوا الدنيا ويضبطوا الـ performance ويعملوها optimized أكتر but yeah hopefully تكونوا استفدتوا من فيديو النهاردة hopefully تكونوا استمتعتوا تسسوش تعملوا like share subscribe and all that وأشوفكم كل مرقين إن شاء الله